في نهاية حملة انتخابية مكثفة يتوجه ملايين الناخبين الأمريكيين إلى مراكز الاقتراع لاختيار الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة في معركة حاسمة بين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس الصباق الانتخابي يشهد إقبالاً واسعاً فقد سوت ما يناهز 82 مليوناً من مجموع 244 مليون ناخب مؤهل بطريقة التصويت المبكر من بينهم أفراد الجيش والأمريكيون المقيمون بالخارج فضلاً عن المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في ولايات تسمح بالتصويت المبكر أو عبر البريد وفي بلد يشهد تقاطباً سياسياً شديداً قاد المرشحان حملة شرسة من أجل استمالة أكبر عدد من الناخبين من خلال التركيز على مواضيع تشمل على الخصوص الهجرة والتوظيف والحق في الإجهاض وكذا السياسة الخارجية وحسب الملاحظين فإن الإعلان عن النتائج النهائية لهذا السباق شديد التقارب قد يستغرق أياماً وربما أسابيع